اشتركوا في القناة وقد رحب جلالة الملك المفدى بجلالة الملك خوان كارلوس واستعرض جلالته معه علاقات التعاون وصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين مشيدا عاهل البلاد المفدى بما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها في شتى المجالات كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود جلالة الملك خوان كارلوس ودوره في تعزيز العلاقات البحرينية الإسبانية وتطوير أسس التعاون المشترك على كافة الأصعد وأكد الملك المفدى تطلع مملكة البحرين لمواصلة العمل لتوطيد علاقاتها المتميزة مع مملكة إسبانيا الصديقة لكل ما فيه خير المملكتين ومصلحة شعبيهم الصديقين هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لجلالة الملك خوان كارلوس حضرها عدد من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وكان صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق قد وصل إلى البلاد يوم أمس وكان في استقبال الجلالة لدى وصوله مطار البحرين الدولي سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن إبراهيم الخليفة وسعادة محافظ محافظة المحرقة